بالنسبة للطلبة اللي بيفكروا يدرسهم في بريطانيا أو في أمريكا لازم يعدهم لازم ينجحوا في امتحان اسمه توفيل أو امتحان شبيه بطوفيل الكتاب ده فيه 400 كلمة لازم الطالب يعرفهم عشان ينجح في امتحان توفيل أو سبق له اسم تاني أنا ان شاء الله نوي كل يوم أقول لكم كلمة من الكلمات الربعمية المهمين دول أول كلمة بتاعت النهاردة كلمة اباندن اباندن يعني تخلى أو تركة المرضفات بتاعتها اللي الناس بتستخدمها عادة كلها تخلى أو تركة عايزين نحط اباندن في جملة مفيدة هنقول افغانز هاد تو اباندن دير هومز يعني اضطر الافغان لطرق منازلهم